من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومصر بتخوض معارك دبلوماسية على نطاق واسع معارك الترجمة لانتزاع مواقف دولية للتصدي لتصفية القضية الفلسطينية انتزاع تأييد علامي واسع من دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة ويمكن أكبر انتزاع تحقق لحد دلوقتي هو دخول شاحنات الوقود بالأمس إلى القطاع لإنقاذ وتشغيل المستشفيات وأجهزتها الطبية المعارك الدبلوماسية اللي خادتها مصر أيضا الترجمت لتحول كبير في مواقف بعض الدول تجاه القضية الفلسطينية وده اللي عكس الاعتراف بنفوذ مصر الإقليمي ودورها المؤثر في الساحة الدولية وكمان العالمية لصالح دعم القضية الفلسطينية وحققها وبالتالي احنا شايفين إزاي مصر نجحت في فرض كلمتها وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة الحقيقة مصر بذلت جهود سياسية وإنسانية قوية جدا لحق نقدماء إخواتنا في غزة وصلت رسالتها وصوتها للمجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار كمان الدبلوماسية المصرية قامت بدور كبير على أكثر من مستوى سواء من خلال مؤسسة الرئاسة أو المؤسسات الرسمية للدولة اللي لعبت دور أساسي وريادي في توجيه أنظار المجتمع الدولي للعنف اللي بتمارسه إسرائيل يوميا ضد الشعب الفلسطين الدبلوماسية المصرية مستمرة في دورها وبتتحرك على عدة محاور سواء كان محور الدولي أو الإقليمي أو حتى الإنساني اللي ما نسيتوش أبدا علشان تقدر تخفف المعاناة عن إخواتنا في فلسطين أو توصل لوقف إطلاق نار دائم والشروع في حال سياسي يكفل تحقيق الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني إحنا مستمرين معاكم في تغطيتنا لما يحدث في قطاع غزة أهلنا الصمدين اللي موجودين هناك بنصبح على حضرتكم صباح الخيري مصر